بشكل لافت تتكاثر حوادث استهداف البعثات والأرتال العسكرية أو المدنية التي تحمل مواد تابعة لقوات التحالف الدولي في الآونة الأخيرة استهدافات تحمل رسائل سياسية وتحاول أيضا تشتيت تفكير الحكومة لمكافحة الفساد والمفسدين بحسب رؤى تحليلية هذه الضروبات تمثل جبهة داخلية أخرى لا تقل شئنا عن الفساد الموجود وبصورة أخرى تضعف من دور الحكومة وتركيزها على مكافحة الفساد نحن في مكافحة الفساد نحتاج حتى الدعم الدولي في هكذا استهداف للبحثات الدبلوماسية والأرتال العسكرية سينقطع الدعم الدولي وربما سندخل بمشاكل دولية كبيرة مسلسل الاستهداف بات يؤرق مستقبل الاستقرار أمام تصاعد حدة التوتر بين المجاميع المسلحة والقوات الأجنبية الموجودة بالعراق وهو دليل آخر على ضعف الأجهزة الأمنية كما يشير مراقبون للشأن المحلي اليوم نحن أمام أزمة حقيقية هي عملية استهداف البحثات الدبلوماسية وعملية استهداف الأرتال هذا يدل على أنه غياب هيبة الدولة وغياب سلط القانون نحن إذا أردنا أن نبني دولة حقيقية ودولة واقعية ودولة لها يشار لها بالبنان علينا أن نحترم البحثات والهيئات الدبلوماسية علينا أن نحترم الأرتال حتى ذكات عسكرية لأن هذا وجودها أكيد بموافقة الحكومة العراقية عدة هجمات سجلت خلال الأيام الماضية ضد مصالح أمريكية وبريطانية وحتى أممية مرة بصواريخ كاتيوشا وأخرى بعبوات ناسفة في وقت قد يكون العراق بأمس الحاجة إلى الدعم الدولي من بغداد علي عبد الكريم الفلوجة الفضائية